بعد ستة أسابيع من المعارك الدامية وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية اتفاقا لوقف إطلاق النار في إقليم أرتساخ يكرس التقدم العسكري الذي حققته القوات الأذربيجانية في الإقليم وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في تصريح بثته وسائل الإعلام فجر الثلاثاء أن باكو ويريفان توصلت برعاية بلاده إلى اتفاق على وقف إطلاق نار شامل في الإقليم دخل حيز التنفيذ بدءا من ليل الاثنين بوتن لفت إلى أن الاتفاق يقضي بأن يحتفظ طرفان نزاع بالمواقع التي يسيطران عليها ما يعني خسارة القوات الأرمينية سيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم وأتى تصريح الرئيس الروسي بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الأرميني لكول باشنيان أنه وقع اتفاقا مع كل من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في الإقليم المتنازع عليها باشنيان قال في بيان إنه وقع إعلانا مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في أرتساخ واصفا هذه الخطوة بأنها مؤلمة له وللشعب الأرميني بشكل لا يوصف وبالتزامن مع ذلك بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم أرتساخ صباح الثلاثاء وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن وحدة السلام الروسية تضم 1960 جنديا مشيرة إلى أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في أرتساخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا والإقليم ترجمة نانسي قنقر